تستضيف مملكة البحرين أول اجتماعاً للمجموعة العربية للتعاون الفضائي يعقد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة تشقيقها في الثامن من نوفمبر للعام الجاري وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2022 هذا وسيتم تخصيص منصة خاصة موحدة لجميع الدول الأعضاء من وكالة وهيئات الفضاء لعرض إنجازاتهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية كما ستشمل المنصة عرضاً لإنجازاته ومشاريع المجموعة وحول هذه المبادرة قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إن عقد اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي في المملكة يعتبر خطوة مهمة في مسيرة الهيئة أو مساهمتها في إبراز اسم مملكة البحرين في قطاع الفضاء على المستويين العربي والعالمي كما يعد فرصة ثمينة لقيادات قطاع الفضاء في الدول العربية الأعضاء لحضور معرض البحرين للطيران 2022 وأكد العسيري وجود منصة موحدة للدول الأعضاء ستفتح المجال للمشاركين في المعرض في مختلف المجالات للإطلاع عن كثب على منجزات الدول العربية الأعضاء في المجموعة والتعرف على أبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية ترجمة نانسي قنقر